بسمي الجمعية العامة اود ان اعبر عن شكرنا الجزيل للرئيس ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للطورة الفلسطينية لذلك الحزن والاسى نؤمن اليوم فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفريقة رئيس الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة والذي وفته المنية في السابع عشر الو ستمبر 2021 بالنيابة عن الجمعية العامة اعبر عن خالص تعازين للجزائر شعبا وحكومة ولأسرة فخامة الرئيس المكلومة ادعو الآن الممثلين الى التزام دقيقة الصمت حدادا على روح فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفريقة رئيس الجمعية العامة شكرا شكرا أعطي الكلمة الآن الى الأمين العام للأمم المتحدة صاحب السعادة أنتونيو جوترنش للتقدم ببيان سيدي رئيس الجمعية العامة أصحاب السعادة السيدات والسادة بداية أعبر مرة أخرى عن خالص تعازي لحكومة الجزائر إثر رحيل فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفريقة تولى رئاسة الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين بين العامين 1974 و1975 وكان عندها وزير خارجية وكرئيسا للجمعية نادى بقيم السلام والأمن كأولويات الأمم المتحدة وأدى دورا محوريا وناشطا في هذه المجالات أثناء رئاسته وكان ناشطا في مجال إنهاء الاستدارة عمار وسيذكره التاريخ لأنه دعم حركات التحرر في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية كما نادى بأمم المتحدة أكثر شمولا ما بعد الحرب العالمية وكان شاهدا على انضماء بنغلاديش وغرنادا كأعضاء جدد في الأمم المتحدة وسنذكره لأنه في العام 1974 تقدم بدعوة إلى القائد الفلسطيني سابق ياسر عرفات للإدلاع ببيان أمام الجمعية العامة وأدى دورا محوريا في حركة العالم الإنحياز وسيذكره التاريخ لأنه وقف ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وقد علقت عضويتها في الجمعية العامة أثناء رئاسته للجمعية وسنذكر دوما دعمه للمعارضة ديمقراطية في البرتغال وحركات التحرر للمستعمرات البرتغالية السابقة أثناء ديكتورية سلازار وأذكر عندما كنت صاديا عندما كنت أستمع إلى محطة الإذاعة الوحيدة التابعة للمعارضة ديمقراطية البرتغالية كانت تسمى إذاعة بورتغال حرة وكانت تبث من الجزائر بفضل دعم الحكومة الجزائرية أثناء رئاسته للجمعية العامة يسر اعتماد عدد من القرارات ما في ذلك حول تعريف العدوان والتحضير للمؤتمر العالم لنزع السلاح وكذلك لإنشاء لجنة الخدمة المدنية الدولية كما ترأس خمس جلسات عامة حول موضوع قبرص ما أدى إلى اعتماد قرار ثلاثة ألاف ومائتين وثنين عشر وأثناء رئاسته للجمعية نادى بالحوار وبرهن عن دول قيادي وعمل النشط من أجل تحقيق وإعلاء قيم الميثاق ولذلك نحيي اليوم روح فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذه الجمعية العامة فلترقد روحه بسلام روحه بسلام ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر